سؤال من أخ سموكر يقول شنو الحل النهائي لغفران ذنوب الغيبة والنميمة والتنمر اسمع لو أنا أعظك من هنا ليوم القيامة ربما لن تسمع مني الحسن البصري كان عنده وصفة جميلة الحسن البصري أقسم أنه لن يقع في غيبتي أحد قال والله ما أقع في غيبة حد وما أستغيب حد والله العظيم وعاهد ربه فيقول ما صمت حسن البصري يقول ما صمت بقيت أستغيب فيقول حسن البصري فأقسمت كلما اغتبت رجل أتصدق بدرهم كلما اغتب رجل أتصدق بدرهم فيقول حسن البصري فما اغتبت أحدا بعد ذلك فعلمت أن المال عزيز عليه لهذا غيبة نميمة أنت تعاني من غيبة ونميمة وتنمر يعني المصائب كلها تتنمر عن الناس وتغتاب الناس وتنم بالناس لا يؤدبك إلا المال تصدق كلما وقعت في غيبة أحد تصدق لن أعطيك محاضرات دينية لأني أنا أجزم أنك تعلم عقوبة المغتاب والنمام والمتنمر أنا أعلم أنك تعلمها أنت لا تريد حكم شرعي الدليل أنك تقول سؤالك ماذا كان يقول يقول سؤالك ما الحل النهائي فأنا أعلم أنك تعلم أنك عقوبة هذا لكن تريد من يردعك فقلت لك أما الغفران النهائي أنا اغتبت واحد كان الحسن بصري أيضا كان ينصح إذا اغتبت حد تدعو له يعني أنا اغتبت أحمد أحمد هذا أعوج وما بعرف كذا يا الله ندم شو أسوي الله موفق أحمد وأصلح أحمد ووسع رزقه أدعي له بقدر الغيبة هذا أفضل حل والنمام إذا وقعت في نميمة وقعت فتناء أن أصلح ذات البين أقول أنا كذاب ما صار شيء أنا ألفت القصة تحملوني مثل ما أنت أوقعت مشكلة تحمل تبعات المشكلة إنما يعني آتي لي محمد أقول ترى أحمد قال عنك كذا وآتي لأحمد أقوله ترى محمد قال عنك كذا فتقع مشكلة وش حلها أنا آتي أقول لا أنا كذبت عليكم وكذا وأسامحوني وكذا تحمل التبعات علمت أخي أما إذا ردت التوبة نهائيا عليك بوصية الحسن البصري جزاك الله خير والله يزوجك ويرفع قدرك ونفتك من شرك اشتركوا في القناة